يوم بعد آخر تمتد يد إيران في المنطقة وتتوغل أكثر متجاهلة كل الإدانات الدولية والأممية الداعية إلى وقف تدخلاتها الأمر الذي رفع من منسوب الاحتقان لدى المتضررين ومن بينها اليمن الرئيس هادي ومن على منصة الأمم المتحدة شن هجوما لاذعا على طهران متوعدا بنزع اليمن من مخالبها ومؤكدا على أنه لن يسمح بنقل التجربة الإيرانية إلى بلاده داعيا للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك التدخلات التي وصفها بالسافرة والهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في الوقت ذاته قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة اليمنية تعتزم تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إيران متهما إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن ودعم القوى الانقلابية خلال الحرب الدائرة روحها تمكن التحالف العربي وقوى دولية أخرى من اعتراض العديد من شحنات الأسلحة القادمة من إيران إلى المتمردين الحوثيين وهو ما يثبت حجم التعاون بينهما الذي لم يعد بالخفي خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لقائد الحرس الثوري محسن رضائي الذي أكد أن بلاده لن تتخلى عن حلفائها في سوريا والبحرين واليمن وذهب البعض إلى القول بأن إيران استأجرت جزرا في إحدى الدول الأفريقية الواقعة قرب المياه الإقليمية اليمنية مستخدمة إياها كمحطة لنقل الأسلحة لميليشيا الحوثي في الداخل اليمنية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر